وفي الضفة الغربية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة برقة في محافظة نابلس شمال الضفة هذا وقت حمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عدداً كبيراً من المنازل قامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من المواطنين داخل أحد المنازل مع صوب الأعين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية خسائر فادحة في الأرواح وتدمير كامل للمنازل والمستشفيات وتدنيس صارخ للمساجد كلها ندوب عميقة في الجسد الفلسطيني زرعتها أصابع الاحتلال الإسرائيلي وانتشرت يوماً بعد يوم وفي الأسبوع الماضية بات مخيم جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة مصرحاً لاقتحمات عسكرية إسرائيلية شبه يومية تخللتها اشتبكات دموية بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نالت من أرواح الفلسطينيين مثلما تركت أثارها على واجهات المباني التي تعرض بعضها لدمار واسع وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته هدفها البحث عن مطلوبين تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أن العديد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين في عمليات الاقتحام هم من المدنيين العزل واكتحت العمليات العسكرية الضفة بتنفيذ القوات الإسرائيلية مجموعة من الاقتحمات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة وتعمد الجيش الإسرائيلي قطع الطيار الكهربائي عن المناطق التي يقوم باكتياحها فضلا عن شن حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين الفلسطينيين في مخيمات قلندية وعقبة جبر والدهيشة وبلدة بيتا وبلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية أكثر من 4600 فلسطينية وكشفت بيانات نادي الأسير الفلسطيني أن حملات الاعتقالات رفقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديد وترويع للمعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات تخريب البنى التحتية للمدن والمخيمات ومنازل الموطنين ترجمة نانسي قنقر